موسيقى مساء الخير وأهلا بيك وحلقة نهاية الإسبوع وكلمة أخيرة حقيقة فرحانة جدا بأقدام لاعبيه يصنع المغرب التاريخ يصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي يصل إلى دور الثمانية في كاس العالم بعد فوزه على إسبانيا بركلات الترجيح ده إسبانيا كبيرة جدا بركلات الترجيح مباراة صعبة سيطر عليها الأسبان في الشوطين الأساسيين وأيضا التو أكسترا تايمز أو الشوطين الإضافيين ولكن رجراجي كان ذكيا استطاع رجراجي طبعا هو المدرب المغربي أو المدير الفني المغربي استطاع أن يحسب المباراة لصالحه بخطة ذكية جدا الدفاع كان قوي هجمات مرتدة والحارس الأملاق بقى لما وصلنا للبانلتيز وضربات الجزاء الحارس الأملاق ياسين بونو هذا الحارس الشجاع اللي ما دخلتش فيه كرة واحدة صد تلت ضربات جزاء يعني اتنين وواحدة في العرضة وما دخلش فيه جون واحد مدير الفني الأسباني بعد المباراة قال أنا لو كان ما كانش ممكن أغير اللاعبين اللي أنا اخترتهم من فريق أسبانيا علشان يسددوا ضربات الجزاء لكن لو كان ليه أغير حاجة كنت غيرت بونو الحقيقة أنه يعني ورغم أن ضاعت ضربة جزاء بدر بنون لكن يصل المغرب لأول مرة فيه تاريخه وفيه تاريخ العرب إلى دور الكبار دور الثمانية لا مستحيل مع الإصرار لا مستحيل مع المتابرة لا مستحيل في كرة القدم هو ده الدرس هو ده الدرس اللي لازم نضعه أمامنا جميعا مبروك للمغرب مبروك للمغرب أنا كعربية كأفريقية سعيدة جدا للمغرب الشارع العربي كله من المحيط للخليج بيشجع المغرب المغرب صحيح ومنافس قوي لنا هنا في مصر إفريقيا لكن في هذه الأوقات وفي مثل هذه الأوقات المشاعر العربية بتضغى وكلنا كنا خلف المغرب لو شفته في فلسطين لو شفته في الدوحة لو شفته في الإمارات لو شفته الشوارع في مصر لو شفته في كل الدول العربية كان الجمهور العربي داعمة للمغرب عندنا أمل مفيش مستحيل رجراجي برضو في مؤتمر صحفي قبل كده قالك حان الوقت أن يكون لدينا حلم أن نحلم كعرب أن احنا نصل إلى هذه الأدوار زي ما فرحنا للسعودية زي ما فرحنا للفرق العربية والتونس زي ما فرحنا للمغرب اللي كمل احنا وراء المغرب في دور التمانية نتمنى له التوفيق المغرب هيلعب فيه مين في دور التمانية هيلعب الفائز من المباراة اللي احنا حاليا البرتغال 2-0 مع سويسرا كده شكله هيقابل ببرتغال وسأترك يا رب من رونالدو لكن رونالدو على الدكة على فكرة النهاردة رونالدو في الاحتياطي لكن احنا حيكون طبعا مباراة قوية إنجاز في حد ذاته أن يصل المغرب إلى دور التمانية النهاردة هنتكلم أديكوا شايفين الفرحة المغاربية في كل مكان في الوطن العربي في الدوحة في الإمارات في السعودية في مصر في فلسطين في كل مكان وطبعا في المغرب بكل مدنها هنتكلم كتير عن الكورا النهاردة وايضا في النصف الثاني من حلائتنا عندنا فقرة إخبارية قصيرة لكن في النصف الثاني من حلائتنا معانا نجمة التسعينات واحدة من نجمات التسعينات الحية نجمة فريق الأصدقاء الصوت الجميل الفنانة حنان حنان اللي غنت أغنيات لا ننساها أبدا الشمس الجريئة ابصد كده وفردها يا عم وتألقت منفردة ومع أيضا فريق الأصدقاء اللي كونوا العظيم الراحل عمار الشريعي مع مونة عبدالغاني وعلا عبدالخالق حنان كانت اعتزلت فترة وكانت في عز تألقها الحقيقة تزوجت وراحت عاشت في ألمانيا قصة الغياب والاختفاء والعودة مرة أخرى يا ترى هترجع للغنى ولا هي كده بس بتغني معانا إزاي مشيت وهي في قمة النجاح أجمل أغنيات التسعينات هتحسوا أن احنا عندنا شيء من النستالجيا شيء من الحنين لأغنيات التسعينات فيها كده حاجة مختلفة أغنيات التسعينات وأغنيات حنان اللي كلنا هتلاقونا كلنا فاكرينها وفاكرين الكلمات وفاكرين الألحان يلا أولا نبدأ بالفرحة المغاربية في كل أنحاء الوطن العربي